وقال مدبولي أن مجلس الوزراء أقرى بصورة نهائية المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية الصناعة والزراعة مشيرا إلى أنه سيتم تطبيقها بالفعل اعتبارا من الأسبوع القادم وأضاف أن هذه المبادرة تستهدف تخفيض سعر الفائدة على القروض المقدمة للقطاعين الصناعية والزراعية وتم توافق على أن يتحمل المصنع أو المنتج سعر فائدة مخفضة وذلك بنسبة 11% على أن تتحمل الدولة باقي فرق سعر الفائدة المبادرة المقدمة للصناعة القطاع الصناعي والزراعي الإنتاجي بالفعل النهاردة مجلس الوزراء أقر المبادرة بصورة نهائية ومعناها أننا سنبدأ تطبيقها بالفعل اعتبارا من الأسبوع القادم ويمكن حضركم كنتوا عارفين هذه المبادرة اللي هي بتتكلم على أن احنا بنحل محل المبادرة اللي كانت قبل كده البنك المركزي كان واضحها اللي هي بفايدة 8% مدعمة بالتوافق مع اتحاد الصناعة والتحاد الغرف التجارية توفقنا أن المصنع أو المنتج سيتحمل 11% والدولة هي اللي ستتحمل باقي فرق سعر الفايدة بحيث يبقى إجمالي المبادرة سنويا في حدود 150 مليار جنيه بالمنظر ده يبقى الدولة بتتحمل في السنة في حدود 10 مليار جنيه فرق سعر فايدة وده كله لدعم قطاع الصناعة والإنتاج الزراعي وأيضا الحقيقة بدأت هتبدأ إن شاء الله من الأسبوع القادم تفعيل هذه المبادرة المهمة جدا ترجمة نانسي قنقر